ده آخر سؤال معينا ده سؤال الحسن للأسف الإجابة غلط طريق مدرسة بيبي فالس عندكم إجابة ولا لا؟ هتاخدوا السؤال ده ولا لا؟ لا مش عايزين تخطروا بأي درجات؟ لا طب كنتوا عارفين الإجابة أو شاكين فيها؟ لا مش عايزين يخطروا كده فرق النقط 20 درجة مع ربع العدوية في المنوفية و30 درجة مع مدرسة بيبي فالس في الجيزة والإجابة الصحيحة للسؤال هي خمس مراحل وطبعا ده بيقولنا إن إحنا يعني المشروعات اللي بتحصل في مصر بيكون ليها دايما مراحل كتير وبتتنفذ على يعني مستويات مختلفة عشان بتحقق الاستفادة الكاملة لوجين أنا حاسة أن أنت مبسوطة أو هادية على الأقل وده شيء جميل فيه ابتسامة جميلة على وشك وده يا جماعة نموذج مشرف تقبل الهزيمة في حد ذاته نموذج مشرف إحنا هنا مش بس بنمثل نفسنا بنمثل أسرتنا وبنمثل مدرستنا وبنمثل محافظتنا فأنا بحقيكي على الصورة الجميلة اللي انت دتيها لمحافظة المنوفية عملت صورة حلوة قوي لمحافظة المنوفية والمدرستك والفريق وده الشكل اللي احنا عايزين قائد الفريق دايما يكون عليه الهدوء والثبات والتقبل سواء المكسب أو الهزيمة وكمان عايزين بقى وقبل ما نقول لهم حاجة هقولك بس كلمة أخيرة تستحق تكوني قائد فريق يوسف قول حاجة اللي وجعين أنا مقدر جداً اللي انت وصلتوله تعب سنة كاملة وعلى فكر المرحلة اللي انت وصلتولها دي مش قليلة انتو في 27 محافظة يعني انتو من أحسن 27 فرقة في مصر وأنا كمان بحقيك يا يوسف وبشكرك على الكلام الجميل ده وفعلاً وصلنا كلنا للمرحلة دي ما جاش أبداً بالساهل وتعب فترات طويلة ولسه اللي جاي أحسن بنشكر الجيزة وبنشكر منوفية بيبي بالس وربع العدوية من يعني الفرق القوية جداً والفرق اللي كده عندهم روح رياضية جميلة جداً